كانوا يتفعون فيها. لا تتفعون فيها. والدنيا لا تتفعون. وهم لم يتفعون فيها. و الأسدين يجعلون فيها. و الأخير الحقيقة بانت حقيقة وفاة التلميذة صفاء بنت أسفي اللي وضعت حد لحياتها بسبب امتحانات الباكالوريا ضحية امتحان الباكالوريا ضحية أستاذة متهورة واللي اخدت واحد القرار في واحد لحظة غضب واللي أنا كنظن محلش الضمير ديلا غيخليها مرتاحة طوال الحياة ديلا الحقيقة بانت من خلال شهادات التلميذ اللي كانوا كيدوزوا معها في نفس القسم انتحانات الباكالوريا إخواني أخواتي قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الحلقة ما تبخلوش علينا بلايكاتكم بارتاج الفيديو اعطيونا الرأي ديالكم وتحليلاتكم في خانات التعليق. نشاهدوا هذا المقطع الصغير شهادة التلميذ اللي معها في القسم ورجع معكم اللي كانوا كيدفعوا فيها مات بس مودة الرجلية الدولارة مكتش كننقل وهمة مكتش كننقلش فيها الأسادي صرحوا بأنهم مكتش كننقل بها وقعت لهم بأنهم اللي سنخرج لدي شي حاجة فراصة مكتش كننقل أحضروا في القسم وكمتش كننقل أحضروا غلاط لي جد مادلوين التعليفون قد أطرف بيهم بس ينجاح بيهم هو يكفيهم وكذوكيوا أغسين زروا أغسين هي كتفي وكتفي وصيق رجليه وما تصعب عليك هديك السييدة لماها دفعتها هي كتفي قالنا نرقاق مرة اخرى قالت لها كندره اشتري حاجة في راسي قالت لها دبر الراس المولية مشت عنده قتي لا عنديش حاجة في راسي قالي لا أنا مسوحيش دبر الراس الضرية كانت بغض الضرية معاولة لنصرحات التلميذ اللي كانوا مع صفاء داخل القسم كيحكيوا تفاصيل الواقعة وتيقولوا على انها ما كانت شكت نقول كانت هزة معها التليفون اه ولكن التلاميذ اللي كانوا معها اكدوا باللي صفاء ما كانت شكت نقول والاساتيدة اللي كانوا حارسين في داك القسم تهو ما اكدوها للجنة على ان البنت ما كانت شكت نقول ولكن الاستادة اللي من اللجنة مرحمتش صفاء مرحمتها شو اتخذت فحقها قرار صارم واللي صدموا المغاربة كاملين القات عندها التليفون درت لها حالة تغيش وصفاء كتطح لها على رجلها والاستادة اللي من اللجنة كتدفعها برجلها وجرت عليها وتتقول لها حي دعليها ما تبوسيش ليا رجلية قلت لهم لا خرجتوني اغان دير شي حاجة فراسي قلت لها لا بغيت تديري شي حاجة فراسك ديريها هدك راسك وانتي حرة فيه واش هذا اسلوب ديال واحدة استادة كتتكلم بهذه الطريقة مع واحدة الميدة اللي كتبلغ من العمر ديالها 17-18 سنة وخرجتها بذيك الطريقة والبنت كتبكي وكتقول لا ما كنتش كان غش ما كنتش قل البنت شدتها هستيريا ديال البكاء جانهيار عصبي كيفاش تتعاملي مع البنت بهذه الطريقة واش انتي استادة واش الاساسي دا هكا كيتعاملوا مع التلاميذ عالاقل ملي لقيت لدي المركز وكتقول لي لك أنا ما كنتش كان نقولك اتحلف على ان ما كنتش كاتوش تحيدي لي لها الورقة حيدي له غير الورقة وعطيها وارضيها ورقة واحده اخرى ولا تحيدي لي تتالي الفون قاعي وخليها تخدم اعطى الله ما تديري معها اعطى الله القارة لكانت أخذ فى حقها وكتلها تخدم اعطى الله ما تديري معها وما تجريش على لها انتوار خانيه قتلات راسها انطحرات وراسها وما عقلتش عليه راسها ما حناتش فيه ما عندهاش الحق تجري عليها ما عندش الاستادة وما عندش المؤسسة الحق انهم يجريوا على تلميذة من داخل المؤسسة ما هي قلسة لفضارها ما هي قلسة لهم فكوريهم قلسة في المؤسسة مؤسسة ديال الدولة ما عندهمش الحق هما خاصهم يحميوا ديك البنس لان وليدها اعطاها لهم امانة امانة في فرقبت المؤسسة كيفاش هد المؤسسة اللي احنا كانتقوا فيها وكانخليه ولادنا في المؤسسة عند بنا صافرهم في حماية امينة وفي الاخير يجريوا لنا عليهم ويلحوهم الصنقة الوالدين راهم في الضال واش هيبقوا جالسين باركين قدام ندراسها رعينا من غوتو وكانقولوا الامهات الامهات ما تبشوش امام المدارس وديروا اكتضاد وديروا الروينة تبقوا تمال حتيت العيالات وحتيت الخاوي ولكي اليوم انا كنصحكم وانا كنقول لكم السين يروك فوق دم المدارس لانا وليداتكم اليوم را في خطار ما يمكنش يديروا مشكل ويجريوا عليهم يخرجهم على برا البنت عقلة صغير البنت مراهقة السين المراهقة واشنا كانعرفوا السين اللي هو صعيب هو السين المراهقة السين المراهقة داك الطفل ولا داك الطفلة صفي كيوليو يشوفوا راسهم صفي مبقوا وصالحين لحتى شي حاجة كيوليو فكره شي تفكير مغاير على الناس ما عندهم شي اقل سين المراهقة واش مبقاتش مكادي البنت ما عندكش الحق تجري عليها وخاصها متابعة قضائية هذا ما شي عدل الأستاذة خاصها متابعة قضائية لأن هذا ما شي عدل هذا الأستاذة براسة تلقى التعيي نقلات نقلات حتى التعييات من كانت كتقران ابنه دم كيبغي دير فيها وعر وكي نساش دازع ليه النقالة ديال بالصح نقع ما يعيقوا بيوم وكي حقروا غال على الدراوش البنت بشهادة التلاميذ اللي كانوا كيدوزوا معها امتيحان البكالوريا قالوا بأن صفاء ما كانش كتنقل والأستاذة واللجنة غير ضلموها وهزوا دنوب هتل عند الله رأى الأستاذة اللي كانوا حارصين القسم كي أكدوا للجنة لأن البنت ما كانش هزة التليفون ما كانش كتنقل ووانو ووانو وبغاوا هذه البنت تخرج من المؤسسة أربية كبيرة ضيعتوا البنت في حياتها ضيعتوا البنت في حياتها ورزيتوا في عمرها ترين قومي السادية المسؤولين مقاريين مفاهمين مواعيين عرفتشنا هي تلميذة تنزل على ركابيها وتطيح لك على رجليك باش تخليها تكمل الامتيحان رأى هو أخي يكون قلبهم حجر غادي تحرك فيهم شي حاجة ويخليوا تدوز الامتيحان أما باش يجريوا عليها رأى عيب وعار وحشومة وهذا رأى سميته والظلم بندم يدير في كل يدير غير ينزل ويبوس لك رجليك غا تسامحوا بلأ بلأ هلأ يطره لك بلأ خاطرك تسامحوا إيه لنهضروا على القانون والصرامة والأساسي دك يقولك داروا غا خدمتهم وماش يتميكوا على شي وتخليوا شي هم؟ نهضروا على القانون مش يتميكوا على شي وتخليوا شي وحده خرجتوا تنطاحر والمؤسة سمس أولى بدرجة الأولى حيتش من منوع يخرجوا البنت وهي في ديك الحالة عالأقل يديوها للإدارة تقلس في الإدارة حتى تبرد البنت ويوعيوها ويهضروا معاها ويعيطوا على والي أمرها عادي يخرجوا البنت لأن السيدة لديها لها حالة غش رأى ممكن متابعة قانونية فهذا الحالة للغش اللي دارت لها ركت بس بها تقرير يعني لحولا ولا قوتي لبي الله العلي العظيم البنت مكانش خاصهم يخرجوها من المؤسسة وهي في ديك الحالة المؤسسة اللي خاصة تحمي البنت المؤسسة هي لخرجات البنت ويلانتم مكانت طبقوا غير القانون نحن بغينا تطبيق القانون في حق الأستاذة اللي جرت على الصفاء ضحية الباكالوريا اللي ظلمتها وتعدات عليها وبغينا كاميرات المراقبة في الأقصام بغينا حق صفاء اللي ضيعتوها وظلمتوها من جميع الجهات أنا هاد البنت أخوتي حطمتني فين ما نسمع عليها شي حاجة مدغنوكي والله إلا كندوي عليها فحى البنتي ولا فحى الختي تكون نقلت ولما نقلتش كاتبقى بنت صغيرة مراهقة حرم عليكم حرم عليكم هذه اللي جرت عليها بين كبرت مقموعة ومكاريها وما عندهاش الكبد وما عندهاش الولاد وإلا جينا نبحثوا في السيرة الداتية ديالها اللقاوها كبرت مقموعة ومحرومة كون كانت بنتها ولم انتركتها هاي هات ثم هاي هات كون اعطتها هي النقلة المؤسسة خاصة متابعة لأنهم محمواش وما خافوش على البنت والبنت في سين المراهقة ومعروف والناس اللي عارفين أولياء الأمور عارفين أن ولادهم دخل مؤسسة رهم محميين وفي كامل الحماية والمراقبة وباش انا نخلي عندكم والدي ولا بنتي ونمشي للدار من عسانايا علشون بالراحة اللي قانا بنتي من يوحفش جرف شكون اللي خرجها واش فيتنا على بنتي واش خرجتوها مع التلاميذ ما تجروش عليها ما تطردوهاش ما تطردوهاش تمواخدين حقها قرار لوصعي وتخرجوه الدرية تخرجوها من داخل المؤسسة المفروض على ان كل مسؤول في المؤسسة يتعاقب على هاد الفعل الجرمي اللي ولو تكره الشباب في القرية ولو تكره الشباب في القرية غير فاش قالتلي همراني ما كان قلش اش فيها كونقلبو لالتليفون ويشوفوا اشنو اخر حاشة دخلت لها البنت الواتساب موكالمة مادم كينين التلاميذ شاهدين على الواقعة رخص الاب والخالة يتقعدو ياخدو حق بنتهم ويمشي ويدكلاري وبهات الشي لان هذا ظلم وربي ما كيبغيش الظلم الظلم حرمو سيدا ربي الحبيب على نفسه بغيت غير نعرف واش هاد الاستاذة كتنعص بخير كتفق مزيان نعصة تمام في تمام خديتي اختي الحولي شريتي شي سفافة شريتي شي شوية شريتي شي عطرية دا ميرك مرتاح والله القاسم الى واحد الفئة ديال وحسبي الله ونعم الواكيل ولازم لازم اتخاذ اجراء قانوني في حق هاد الاساسي دا وفي حق هاد المؤسسة لان ما يمكنش وهاد شي لان يمر مرورا الكرام ارى الناس كوشي كتغوت ارى اللي حبله ولا قوتي اللي بالله العظيم والله القاسم لو لنا نخفو على وليداتنا مين ديانا بنتي ولا ولدينا المدراسة يدوز امتيحان خاصني نتصمر باب مدراسة ما نزعزع لهوك لاوك نخلي انا الشغلي ونخلي خدمتي ونخلي مشاغلي ونخلي ولادي الخرين ونمشي ننتصمر في مدراسة ها اطنس يونلي عنده جوج وليدات واحد في مدراسة يدوز امتيحان ولا اخر في مدراسة الخرى يدوز امتيحان ها يقسم راسه على شوش ما شغلنا لان الاساس اذا ما تيحنوش في وليداتكم ما كيحنوش في كبتة الشعب في كبتة الشعب ما كيحنوش فيها دارتي شي غالط غنجري وعلموك على برا بشيتي فيها الطرد الطرد التاع السوفي وهذا اللي دارو حقد البنتها هذه وما زال عطي عطي اطنس الامات حضي وليداتكم حضي وليداتكم وتابعوا وليداتكم وراقبوا وليداتكم انا مبقى تشتيقى موسيقى اشتركوا في القناة